وللحديث عن دلالات إعلان المرشح الرئاسي سابقا سينان أغان دعمه لتحالف الجمهور والرئيس أردوغان في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ينضم إلينا عبر اسكايب من أسطنبول الكاتب والبحث في السياسة والعلاقات الدولية الأستاذ أنس يلمان حياكم الله أستاذ أنس أستاذ أنس يعني بالنسبة لإعلان المرشح سينان أغان لدعمه لتحالف الجمهور والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الجولة الثانية من الإعادة يعني هذا الإعلان كان مفاجئا ما هي أسبابه وما الذي دفع أغان لدعم تحالف الجمهور شكرا لكم على الاستضافة بطبيعة الحال يعني موجود سينان أغان في بعض الانتخابات يعني وعمله كصانع الملوك أعتقد كان يعني نوعا ما يعني متضخما في دوره أكثر مما يستحق ولكن بطبيعة الحال سارعت إليه وخصوصا جهة المعارضة للحصول على أصواته بالتناغم مع الأمور التي يدافع عنها كتحالف الأجداد ولكن بطبيعة الحال الصفة التي سينان أغان وقاعدته القومية كانت تميل إلى تحالف الشعب بزعامة أردوغان لكون المتحالفين في تحالف الشعب هم من أحزاب يمينية ولذلك هو كان مترددا بطبيعة الحال بعد أن التقى مع الطرفين أن يكون هناك يعني تحالف مع تحالف الأمة خصوصا مع الاتفاقات الغير مباشرة التي يقوم بها الطاولة السوداسية مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي له صلة مع يعني البكاكا المصنف إرهابيا وأيضا حصول تحالف الشعب في الجولة الأولى وعلى الأغربية في البرلمان بطبيعة الحال والأصوات القريبة من الخمسين التي أعطت الأرجحية لفوز أردوغان بطبيعة الحال سينان أغان رجح طرف أردوغان لأن شروط التي يمكن أن يشطها على طرف تحالف الشعب يمكن أن تتحقق أكثر مما يفرضها على تحالف الأمة خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب تقصد؟ نعم خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب؟ يعني موضوع اللاجئين وموضوع الإرهاب وكذلك المواد الأولى من الدستور الأربعة الأولى من الدستور وأمور عدة طرحها سينان أغان كشروط ولكن طبعا أردوغان وحلفائه لم يقبلوا بالمساومة على الشروط بل انتظروا الجدال الذي حصل بين سينان أغان واللقاءات مع المناقشات مع تحالف الشعب الذي يعني تحالف الأمة أسف الذي التقى نيابة عنه أميت أزدى قبل طبعا تفكك تحالف الأجداد فذلك لم يصلوا إلى حل وكان من المفروض يعني كان أمام سينان أغان خيارين هو أن يبقى محايدا ويبني خطة سياسية جديدة لجذب الحركة يعني القاعدة القومية وتيار القومي لتركيا خصوصا أنه كبر بحشل وأيضا ضعف ميرال أكشنار حزب الجيد في الطاولة السيداسية قد كان يكسبه ذلك ولكنه فضل الوجود مع أردوغان مع بعض الشعوط بالمقابل أميت أزداغ الذي كان جزء من تحالف الأجداد ما الذي حصله في تحالفه على ما أعتقد المرتقب والذي سيعلن عنه غدا مع تحالف الأمة يعني بطبيعة الحال أنا حسب قراءتي وحسب متابعتي أن سينان أغان وأميت أزداغ لا يملكون التحكم بالجزء الكبير من أصوات الجماهير التي صوتت لهم التي كانت محتارة وتريد خيارا ثالثا مع عدى أردوغان وكل الشرغل ولذلك أميت أزداغ قال نحن سوف يكون لدينا رأي آخر مع سينان أغان وبذلك تفكك التحالف الأجداد وأميت أزداغ بدأ بالمباحثات مع حزب الشعب الجمهوري أو مع التحالف الأمة بصورة عامة وعلى كل الشرغل بالخص وأجل بيانه في أكثر من مرة وهو أعتقد يقوم بإشغال الأجندة اليومية للانتخابات ويحاول الحصول على أكبر فرصة ممكنة من الشروط التي يمكن أن نفرضها لا سيما أن تحالف الشعب وكل الشرغل بحاجة ماسة إلى أي صوت من الأصوات ونرى ذلك من خلال خطاباته الحادة ضد اللاجئين والتي يحاول أن يجذب بها أصوات سينان أميد أزدخ والتي عملها قبلاً أيضاً لسينان أغان ولكن أعتقد اليوم بعد لقاء قبل قليل مع كل الشرغل غداً سوف يقومون ببيان مشترك ومباشر على برنامج مباشر ويلجبون فيها على الأسئلة يحاولون فيها كسف الشباب ويحاولون فيها بالنسبة لتفكك تحالف الأجداد كيف سيؤثر هذا التفكك في توزيع الأصوات التي منحت لهذا التحالف في الجولة الأولى للانتخابات أعتقد سينان أغان وأميد أزدخ والتحالف الأجداد بصورة عامة مع الأحزاب الصغيرة التي فيها لا يملكون قاعدة جماهيرية وأصواتهم إنما هي أصوات متباثرة فأعتقد بغض النظر عن تحالفهم مع أردوغان أو مع كليشتر وغلو في نهاية الأمر هذه الأصوات التي ستنتقل في الجولة الثانية ستنقسم ما بين أردوغان وما بين كليشتر وغلو مع بقاء نسبة معينة سوف لن يذهب إلى صناديق الاختراع نعم بالنسبة لسينان أغان ما الذي حصله من تحالفه من أو من دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم إعلانه أن نيته هي الحفاظ على استقرار البلاد هل هناك مكتسبات حصلها أغان بطبيعة الحال مهما كانت الشروط خفيفة أو الاتفاقات خفيفة هناك أمور قد بحثها مع أردوغان خلال لقائه هنا في إسطنبول ولكن في نفس الوقت هي ليست بتلك الحدة بطرد اللاجئين وقيام هذا وذلك ولكن أعتقد أن سينان أغان ينظر إلى تحالف الأمة نظرة بعيدة وأعتقد حصل على بعض هذه الوعود عن طريق يعني قيادة الحركة القومية في المستقبل علما أنه كان فيها وطرد منها ولذلك أعتقد أن سينان أغان قد رضي بأن يكون مع القوي المرجح بالفوس وأيضا الحصول على يعني إمكانات سياسية على المدى البعيد بالحفاظ بقيادة التيار القومي كما ذكرت قبل قليل مع أكبر تحالف موجود مع أردوغان سريعا أستاذ أنسي ما هي حظوظ الحقيقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفوز في جولة الإعادة وما هي نسبة حدوث أي مفاجآت لصالح كل جدار أوغلو الانتخابات الجولة الإعادة والجولة الثانية هي انتخابات تبدأ من الصفر أي أن كل الرئيسين لديهما يعني إمكانية الفوز ولكن بطبيعة الحال إذا رأينا الشروط ورأينا يعني تفاصيل الجولة الأولى وفوزهم وأغلبية حصول أردوغان على البرلمان وكذلك النسبة الكبيرة من الأصوات وفارق الأصوات الكبيرة بالإضافة إلى الأصوات الخارج التي كنا نعتقد أنها ستعاني تحدي كبير في زيادة عددها ولكنها حابطت على هذا العدد الكبير فأعتقد أن حتى يعني مرشحو أردوغان لديهم الحماس الأكثر يذهب إلى مرة أخرى لصناديق الاعتراع بعكس تحالف الأمة التي يأس بعضها خصوصا أنصار حزب الجيد الذين كانوا يتأملون بالحصول على البرلمان بشروط البرلمان المعزز كون يعني مرال أكشن الرئيسة للوزراء المستقبل وعذرا للمقاطع ولكن لضيق الوقت كنت ضيفنا عبر اسكايب من أسطنبول الكاتب والبحث في سياسة والعلاقات الدولية الأستاذ أنس يلمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر